اخر الحي الثقافي كل طاقته وجهز مختلف فضاءاته لاستقبال زواره في نسخة يرتقب أن تكون الأضخم مقارنة بسنوات الماضية من أصل أزيد من عشرة ملايين زائر سنويا نهو خمسمائة ألف حضروا فعاليات اليوم الرياضي الماضي الدكتور خالد بن إبراهيم السلطي المدير العام لمؤسسة الحي الثقافي أكد أن استعمال المترو سيكون له أثر كبير في عدد الزوار ويسهم في الحفاظ على البيئة طبعا كتارة دائما ترحب بالمؤسسات والشركات ولكن أنا طبعا أنصح الجمهور أن يأتي بالمترو أخف له وأحسن له ويتخلص من عقبة المواقف لأن في مثل هذه الفعاليات الضخمة التي تقوم في المؤسسة كاليوم الرياضي واليوم الوطني الأعداد تفوق الخيال وتفوق المتوقع عود الحي الثقافي زواره كل عام على الجديد نسخة 2020 تسجل إدراج ألعاب ومسابقات وعروض جديدة في فعاليات الثلاثاء المقبل عبد الرحمن جاسم التميمي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي في كاتارا أعلن أن الحياة الثقافية سيستقبل هذا العام 54 جهة متنوعة بينها 15 جهة حكومية و17 رياضية و15 صحية فضلا عن فحوصات طبية للعموم السنة عندنا طبعا لجنة قطر الرياضات الجوية أول مرة طبعا شاركوا معنا في كاتارا في استعراض بالبراموتر استعراض نهاري استعراض ليلي بالألعاب النارية والدخان ويكون عندنا أيضا رياضات خاصة لذول احتلالات خاصة وعندنا الكشافة القطرية أيضا مشاركين بنشاط مميز وعندنا صلتك وعندنا عدة شركات صراحة جديدة أول مرة تساهم معنا في كاتارا كاتارا فضاءة شاملة ووجهة للأنشطة المتنوعة في اليوم الرياضي للدولة يعمل الحي الثقافي على تجسيد مفهوم الوعي بأهمية الرياضة وجعلها من الركائز الأساسية لثقافة المجتمع لمركز أخبار قنوة القاس محمد زغار الحي الثقافي كاتارا